موسيقى موسيقى قصتي مع الجبال كانت بدأت فاشكن صغير في 1995 هيتكنت تنمرس رياضات الجري وكان خولت لهذه الرياضة أنني نطلع الجبال في النواحي تحقني فراء وكنت بديت في جبل بوحياتي 1400 وشي حاجات متر من بعد بقت هذه الهوية تتطور وقناة نطلع الجبال هنا في المغرب وطلعنا الأغلبية تحت الجبال هنا في المغرب وطلعنا الأغلبية تحت الجبال في المغرب وكانت في 2019 أول قمة خارج المغرب وهي أعلى قمة في إفريقيا كلمانجارو وكانت أعلى قمة في أوروبا في روسيا جبل إلبروز وثالتها أعلى قمة في أمريكا الجنوبية كلمانجارو ثم أعلى قمة في العالم جبل إفريست بـ 8840 متر العام الفايت في 2022 كانت عندي موعد ما على قمة في أمريكا الشمادية في الألعاسكار الأمريكية قمة دينالي وكذلك كانت على قمة في قرخيزستان قمة لينين هذا العام منذ بداية العام كنت بديت أمريكا كانت يخلع قاع المتسلقين العالميين اللي هو قمة كادو أقصح وثاني أعلى قمة في العالم هذا العام هذا الحمد لله تسر أنني صعدت القمة بعدما جوزت العديد والعديد من المراحل تقنية في هذه القمة كبيراميد 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 وفي 27 جوية 2023 استطعت أنني نصل إلى القمة وأنا نحطم هذا الهاج يستعد خوف من هذا الجبل وإن شاء الله الرحمن الرحيم سيكون انطلاقة أن المتسلقين المغاربة إن شاء الله سيحاولوا يدوروا بشكل هذا وكان هذا السعود كتعريف منا للجبال الأطلس بحيث أن كان هذا الجبل جبل لكي نعرف القمة من الأطلس الذي الحمد لله كان المغرب يمتلك أعلى قمة في الدول العربية وكانت أول مغربي وصلت لهذه القمة وكان صراحة إحساس رائع أن كانت توفي بوحد العهد قطعته على رأسك وعلى بزاف المغاربة اللي كانوا بتبعيني وكانوا تشوفوا رصهم فيها وشكراً لكم والله حفظكم أي جبل من هذا الجبل هذو كاملين راهم تتحس بوحد سنصاصيون لهذا الجبل هذا الجبل قبل أن تبدأه بالمغارب المغارب تقنية كخوفاس لذى فالانش المغارب تقنية وذلك ذلك تتعرف لأن تغير الإحوال الجوية يكون مفاجئة على هذا الجبل وهذا الجبل يجب أن تعرف هذا الجبل تتعلم الأساساً أنك تتعرف فأنتظر الجبل وذلك الحمد لله إعداد البدني والنفسي اللي كنت قدرت أعطى الثمار ديالو وستطعت أنه نوصل القيمة خاص أي متسليق ودائما أي متسليق على ميرتي هاد المخاطر خاصوا معرفهم خاصوا معرفي جاريهم وخاصوا معرف انه كيفاش انه يتحكم في الجسد ديالو في لوكوخ ديالو في اي نالتوتود اللي طالعه الوضع تكون نازلة وقلت الأكسجين هذا الشيء كامل يجب أنك تعرف انك تتعامل معه وانك تسايره لكي تتوصل لا هذا الشيء تتباري هنا يجب أنك تعرف بأنه سوف تشاهد الناس الميتين في الطريق سوف تشاهد الناس عياو لا يجب أن هذا الشيء اضطر عليك هذا الشيء سوف تشاهد الناس الميتين في الجبل والجبل العالية هي اللي دومين وكل شيء ولم يشير الفيزيك الفيزيك وهو يكون عندك وانه الميتين هو أكبر العوامل الذي يقدر يجعلك ترجع هو أنك تخاف وأنك تشك في راسك وهذا الشيء لا يجب أن تشك في راسك وأنك تأمن بأنك ستصل جميع العوامل سوف تتحكم في الطريق سوف تتجاوزهم بشيء أنك ستصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر